بدي شعورك بالوقت اللي كنت في مقدمة الموكب أولا كنت خايفة جدا وفخورة بشكل غير عادي فإحنا ودينا الـ 22 ممياء في المتحف في الحضارة اللي هو في الفستات اللي هي مصر القديمة وعايزة أقولك إن فرحتي كانت غير عادية فرحانة وخايفة وفخورة بحضارة مصر وبتاريخ مصر وبملوك وملكات مصر فالحقيقة كانت لحظة دي لحظة في التاريخ ما بتتنسيش ومش هتتنسي ده أجمل ما فيها وإن أنا كنت جزء منها ده شئ ما خليني فخورة جدا بالموضوع مهما أقولك كنت فرحانة وخايفة في نفس الوقت ترجمة نانسي قنقر